آل عمران الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة هناك قول عند العلماء بأن آل عمران هم موسى و هارون موسى بن عمران و هارون هذا قول النبي موسى عليه السلام نعم نبي موسى هذا قول موجود عند العلماء و قول آخر وهو الصحيح وهو الراجع عند أهل العلم وهو مريم بنت عمران بن ماثان و عيسى بن مريم بن عمران بن ماثان هؤلاء هم أهل البيت نعم أو أهل عمران و ما بين العمرانين ما يربو على ألفين سنة عمران موسى و عمران مريم نعم عمران مريم أم مريم أم عيسى عليهم السلام ألفين سنة صحيح وهو الراجع كما يذكر ذلك ابن كثير و غيره من أهل العلم هذا الاسم هو المشهور و المعروف عند العلماء ثمت أسماء أوصلها بعضهم إلى سبعة أسماء لهذه السورة من بين هذه الأسماء سورة المجادلة المجادلة نعم علم أن هناك سورة أخرى سورة أخرى مجادلة في القرآن صحيح لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر حوار سيدنا و نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع وفد النجران في قرابة ثمانين آية نصار النجران نصار النجران الوفد الذي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في قرابة ثمانين آية ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة فسميت سورة المجادلة و ثمت اسم آخر لها وهو اسم طيب و جميل و معبر وهو اسم طيبة طيبة سورة طيبة أي سورة أل عمران لأن الله تعالى ذكر فيها أوصاف الطيبين الصابرين و الصادقين و القانتين و المنفقين و المستغفرين بالأسحار و ثمت اسم ثالث وهو الزهراء الزهراء و الشيء الأزهر هو الواضح و البياض و هذا ورد لها حديث في فضل هذه السورة